بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركاً لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبداً انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الضراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسناً كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلاً بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أواني ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيراً سنبيه الألبان كل يوم ونسقد نتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضاً لن ننتظر إلى الغد سنزبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعاً؟ إذن نزبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي فهمت لكن أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف ماذا حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفسح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحه اتق الله كيف أزبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتؤكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذاً رائعاً ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتري النبيز؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لا نفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه، الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيده تماماً ترى ما الذي جاء به؟ دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعاً لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أميناً هو ذاك، هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيساً للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً كلتاً جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهاراً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟ رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي؟ كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا؟ لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيداً أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوماً أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحيبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا أنظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي أن لا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيراً يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أرى هو ألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعامل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيراً من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالسراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خراباً عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضاً؟ قد يجف النهر أيضاً فلا تجد رياً للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنياً مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحداً منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديداً بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزيناً على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوتراً يا قرتوش هل أعد لك قدحاً من الحليب الدافئ بل قدحاً من النبيذ المعتق وسأمشي قليلاً في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحراس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانت رسما محاه صانعه بعد أن رسمه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئاً إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنماً لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كان بن إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التورا ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم فضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها يجب أن نعترف أولا بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها إني لا أفهمك يا تاجر الغلال ماذا تريد أن تقول كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون لا نتبع قائدا واحدا وليس لدينا ملك حكيم عندي الحل أنا أكون الملك عليكم أصمت يا حزرؤون إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها ما الذي ينتظر من حداد مثلك لا يخرج من فامه إلا النار ابتعد 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 عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسك يا قوم يا قوم إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض متى نترك خلافاتنا جانبا لا فائدة وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله سامويل الذي كان يصلي في خيمته وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا أيها النبي الكريم أليس الله هو الذي بعثك إلينا قال النبي بلى ألسنا مشردين ومظلومين قال النبي بلى لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله نعم ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا قال نبيهم أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا قال نبيهم لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه كيف نتراجع؟ أبدا لن يحدث هذا قال نبيهم سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته إنه يعود إلى الدعاء دعوه في خلوته وهيا بنا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين أين ذهبت الأغنام؟ لا أدري ماذا أقول غفلت عيناي وحين استيقظت لم أجد الغنم هذا خطأي أنا أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه كلامك يؤلمني أكثر وما العمل الآن؟ أيها النبي الكريم خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت وقد جئت أسألك عنها سأله النبي هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟ نعم قال النبي لا تشغل بالك بها كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم؟ إنها مسؤولياتي ورأس مالي قال النبي لقد عادت إلى بيت أبيك الحمد لله لم يضع مالي الحلال قال له النبي دعك من موضوع الأغنام واستمع إليه كل آذان صاغية يا سيدي لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله نعم ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته هل دعوت الله يا سيدي؟ قال النبي نعم دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل الله الله هو الذي اختارني؟ قال نعم كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟ قال النبي هذا أمر الله وعليك أن تعد نفسك للقتال أنا رهن إشارتك جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع النبي صموئيل الذي قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟ كيف يكون له الملك؟ ونحن أحق بالملك منه؟ قال النبي أيها الناس لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟ نحن أغنى منه كثيرا انظر إلى ملابسه إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة قال النبي ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب القدرة؟ أي قدرة؟ قال النبي إن طالوت هو اختيار الله لكم وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته نحن نصدقك أيها النبي الكريم ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟ كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟ قال النبي ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا؟ إن الأنبياء لا يسألون إنما يستمعون ويطيعون وهذا هو اختيار الله له أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟ علمه هو الذي فضله عليكم لقد أتاه الله بسطة في العلم والجسم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أيها الناس لقد جادلتم طويلا حول أحقية في الملك رغم أنه اختيار الله لي ولكم ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل ألم نتفق؟ اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت آية تثبت أنه اختيار الله لنا ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد اخفضوا أصواتكم أزعجتم النبي الكريم في خيمته معذرة يا سيدي كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما ليس خطأ بمعنى الخطأ يا سيدي ربما سوء فهم بصراحة ودون مواربة كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا نريد معجزة تثبت صدقه قال نبيهم اذهبوا إلى المعبد غدا سوف يأتيكم تابوت العهد تابوت العهد؟ كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟ إنه في قرية بعيدة ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة لن يصل التابوت أبدا وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟ إننا نضيع وقتنا يا سادة أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا انظروا إلى السماء كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا إنه يهبط من أعلى سامحني أيها النبي الكريم صمويل لقد صدقتنا القول هل لنا يا سيد النبي أن نفتح التابوت وننظر ما بداخله إنه يشير بالموافقة هيا أسرعوا انظروا أثار أهل موسى وآل هارون كما هي هذا طعام المن ما زال طازجا يصلح للأكل وهذه ألواح التوراة لم تمس يا إلهي أشعر براحة لم أعهدها الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا أقترحوا أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب المال بكل تأكيد إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم وينقلبون علينا إذا دفع أكثر هذا صحيح أمر محير أيها الناس لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم والآن إليكم قراري سأعد جيشا من الفلاحين والرعاة فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد أيها الملك الكريم طالوت أريد أن أشتكي لك ابتعد أيها الرجل دعه تكلم أعطيك الأمان أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئا في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام أنت الآن واحد من أفراد الجيش الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش سيدي نحن نسير منذ ساعات طويلة أعرف مر الجيش أن يزيد من سرعته نتحرك أسرع؟ إننا نكاد نهلك من الحر والضمأ كنت أقترح أن نرتاح قليلا لم يمنحنا العدو فرصة الراحة يجب أن نعتاد مجهودا شاقة لقد نفد الماء منا أعرف وهذا جزء من خطتي ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي كيف تحتمل الضمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي فما أشرف أن يموت المرء دفاعا عن أرضه لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسع لا أريد أن أموت ألطف بنا يا رب موسى وهارون وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ماء هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السير ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود ورعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الزمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالود نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإلا هزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يغضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولايا إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهو بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الرعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك ما هذا الذي تشير به إلي قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون صلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس لماذا لم يأتي ويحك من أنت قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة 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 انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإندك لمن المرسلين بعد وفاة أب الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة تلو الأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا؟ أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين؟ آه نصورهم؟ نعم أليسوا شيوخكم؟ نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكرهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح المجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصنام هيا اذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجارة صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح ايوا قالوا هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عنا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عنا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أي عقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأذرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يوالها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي كيف هذا نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح نعم يا زوجتي نعم وما هو الله الله نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذا أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصا لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرية ومرسى إلا إن ربي لغفور الرحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل عصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإن أحكم من الخاسرين قيل يا نوح أهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم